السؤال التاني بيقول السلام عليكم ممكن حضرتك توضح لنا كيفية حساب الزكاة زكاة الزهب في الوقت الحالي حيث ان الاسعار متغيرة على مدار اليوم الواح احنا اصلا عندنا شوية قواعد بتتعلق بزكاة الاسمان لان زكاة الزهب تتعلق بزكاة الاسمان ايه هي الضوابط و ايه هي المعايير اللي تتعلق بزكاة الاسمان اول حاجة اني لازم نصاب لازم يصل الزكاة المال المزكع عنه يصل الى النصاب والنصاب عندنا 85 جرام دهب طيب والحاجة التانية اني لما يصل الى النصاب لما يصل الى 85 جرام دهب ايه اللي يحصل يحول عليه حول حول يعني ايه هذا تعبير عن السنة ولكن السنة هنا هي السنة القمرية هي السنة الايه القمرية التي هي فيها الشعور التي تلقى بالشعور العربية يبقى عندنا شرطين الشرط الاولاني ان هي تبلغ النصاب الشرط التاني ان يحول عليه الحول يعني ايه يحول عليها الحول؟ يحول عليها الحول وهي واصلة الى النصاب تزيد A تقل يبقى لا الفلوس دي ما بلغتش النصاب لازم لما تبلغ النصاب تفضل بالغة للنصاب على مدار السنة طيب ايه اللي حاصل؟ يبقى اذا حصل ده اذا مرت سنة قمرية يبقى وجب اخراج الزكاة على هذا المال طيب ونخرج قد ايه؟ هنخرج اتنين ونصف في المية على هذا المال طيب امتى لما يبلغ النصاب ويحول عليها الحول؟ يعني في اخر يوم من السنة القمرية اللي هي ممكن تبتدي باي وقت في السنة القمرية مش لازم تبدأ في رمضان مش لازم تبدأ في شعبان لكن اليوم اللي بلغ فيه النصاب ده بيتحسب اول يوم وبعد كده نعد سنة قمرية وساعتها هيبقى بلغة النصاب بلغة النصاب وحال عليها الحول وساعتها نطلع اثنين ونصف في المية من قيمة هذا المال يبقى خلاص دولة طابطين الاساسيين ودولة اللي هنقدر نخرج الزكاة عليهم اشتركوا في القناة